خلونا نروح للخبر الثاني اللي معينا النهاردة في يوم تاريخي بمحافظة لقصر لزيارات السائحين الأجانب والمصريين شهد أمس السبت زيارة 5800 سايح لمعابد ومتاحف ومزارات لقصر السياحية وده الرقم اللي بيسجل لأول مرة من خمس سنين فاته ده طبعا حسب ما صرح الدكتور مصطفى وزيري مدير عام أصار لقصر يعني الحمد لله فيه السياحة هي رجاء التاني وهنقول لكم بقى من كل دولة كان فيه ايه وأضاف الدكتور مصطفى وزيري أن مبارح يوم السبت بيعتبر أسعى ديون في لقصر لزيارات المعابد الأسرية بالمحافظة وأكد النزار من الأجانب 800 سايح بينهم جروب أمريكي مكون من 25 سايح و6 مجموعات سينية ضمت 320 سايح وباقي الزائرين من مختلف دول العالم دي عودة إن شاء الله تبقى قوية للسياحة مرة تانية بنرجع تاني ونأكد ونقول مهما يحصل في مصر مصر تفضل هي بلد الأمن والأمان